ماكدو ويكند ميح الخير وسباح النور ومارحبكم إذا لمكدو ويكند عثمتكم الناس لكم إن شاء الله تكونوا عادية جمعة به إن شاء الله لكم نتعادة كي منتم ما تحبوا مارحبكم الناس لكم الناس لكم تابع فيسبوك كمتان على بمدكم IFM TV إذا بجتتفرجوا في الإميشون مارحبكم الناس لكم ويبن دمانش لكم الكل نقول سباح الخير لمن أكيف نبدأ بيكرين bonjour سباح الخير سباح الخير سباح الخير نستنى نستنى نحسم رقدم ليح اليوم سافاريم شان حيولك جمعتك تعدي جدي خير 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 وماكتعرف عادة كسؤلات متاعي متاع العادة جمعتك تعديت بالجدي عم دولة صحة صحة وفيت لي هو كيتقول بالجدي بوش معنى يا راهو كل شي كل نهار بالجدي أما حليت شوية مشيكرة على قليل خير خير سباح معتك كيتقول عادية جمعة بالجدي سباح كالكبار عملت حاجات خطويت جديدة ممكن فيها شوية نرفيز ولا فيها شوية كنتخان ميسيل شا ما قدمت أما نجحت يوم تعديتهم تعديت الصعوبات نجحت كلمة كبيرة تعديت الصعوبات مي ولا سي صاريس اكزاكتمن سا دونك القول سباح الخير زي دا الدكتورة شيحي بوثينا بونجور 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 شمع ويليك عايشك مرحبا وينتو جمعتك جمعة بيها فكي جمعة الكل ولكن كما قالت ريم كل جمعة هاو كان نحاول ونحقو آن أبجيكتيف نقدمو فيه كما قالت ريم وإلا خدمة وإلا دونك توفا بيها الحمدلل يا ربي وينتو صاري بونجور شنحويل لك وينتو جمعتك جمعتك فخريح شخريح فما دونك فما ريح فما جمعتك جمعتك لبسا برشا موجود إجابية فرحانا برشا اللي بها الموجود تدوم الكل ولسي جمتعنا مهمين باركا جدا اليوم دونك بعد شوال جستما صاري معك أنتو بش نحكيوه على تمارين لنجمينا حيو جهات الاكتف وجو برشا بيد تجحم الحكاية هذه ويعانيهم الحكاية هذه عنا تمارين نعملوهم بعد شوية بعد شوية بيانسير شبدالي يكون موجود بحدنا بالمنوم تاع اليوم نتعرفوا على مركة جديدة في آخر الساعة ومعك أنتو الدكتورة بوثينا بش نحكيوه على طبعيف الخلايا السرطانية في أربع مراحلة كهو وجو برش العبيد الكل بيش يسمعونا العبيد الكل بيش يركزو بانسير انتو طبيب التغبية دنكش نحكيوه على الاليمانتاشون الميكلة بعد شوية وزيدا سيجيوه مهم بارش وزيدا معكين تيريم كيفاش نقولو اللي مغير ما نجرحو مغير ما نوجعو لعبي ومن غير ما نتقلقو احنا زياد خد ساعات اللي كي نقولوها لغير وحنا عنا معنى شعور شوية بالاخر نواليو نتقلقو احنا بشان قولو اللي افكاس ما بمعنى اللي اللي هي تخليننا نسلقل في اكولوجي ومعنى اللي لا نوجعو غيرنا لا نوجعو نفسنا ونقدمو اي سيخطو نقولو رويحنا حاجت اي اللي احنا نحبو نعملوها معنى دها من غير ما يكون لإخر بنسبة لنا عايق هذي عليش وش نحكيو عالي الموضوع بمعنى كندو نبدأ مع اول غبريك واليوم بش نحكيو بش نتعلم ونقولو لي ما غير ما نخسر محابة الناس ازهل الدنيا دون كريم انت نذكر بيحثة في علم النفس الاجتماعي دونك بارش عبيد يخافوا انهم يقولوا لي دونك بارش عبيد اننا نعرفهم يقول لك يقولوش لي يخافوا انهم يقولوا لي وبعت رسيلهم في مشاكل ينجموا يعملوا اللي قالوا عليه ولا اللي يوعدوا به وإلا نهارت يقولوا لي العبيد كل يدوروا عليهم مش مستنس يقول ايش به تقلب دونك علش كلمة لي صعبة ساعات خولة وفيت ما نجمش نتعاد للحلول إلا ما نعمل بسة شوية عليش احنا فما ناس يقولوا لي ويقبلوا الاخر ويقبلوا الديفيرانس ومعناها وفما ناس اخرين لي معناها بالنسبة لهم تشكل مش مشكل بالنسبة لهم في محبة الخير وإلا في في الانتماء معناها معناها تخرجك من محبة وإلا تخرجك من علاقتك مع الاخر هي تربية وثقافة يعني الكلمة لي نتربيوا بها وحنا صغار ووقت الوالدين شوية يعرفوا يسموا معناها الصغير ولا صغير يفسروا لوالديه اللي وقت اللي قولوا لي على أشياء فما أكسبيكاشن فما معنتها فما عليش معناها موش اللي اللي هي أمبر لأمور دولة معناها الوالدين دي ما نغزروا لهم اللي هم اللي هم اللي هم يحبونا لازمنا نرضيوهم لازمنا نكونوا معنتها في وفما دي باران مالورز ما والدين اللي يقول لي وكهوا من قل لك لي ومن عتيكش عليش قتلك لي سي دولة معتها يسون أوتوريتار الصغير يتربى في كلمة لي معنتها أبليجي باش تقبلها ومتعرش عليش ونساعد باشا أكثر حالة هون يا حالة هذي عليش قتلك من نجمش نمشيش شوية من الأنفانس والأدوليسانس والكل على خاطر هذيك التكوين شوية اللوليني اللي هو مربوط بتقديرك ذاتك وبالله بانسي معني هالتفكير اللي هو كل واحد يبني تفكير ومنيش في تفكير اللي هو فيه فكرة تكليزم ينتبح ما كيش نخسرك نكون في الجروب متاعك ولا نجم ننتمي للمجموعة متاعك إلا ما نكون عندي فرد فكرة أنا ويك داكور دونك نولي بعد كيف نكبر نولي في العلاقات اللي ماهيش يسر معنيها مبنية على الاحترام سمحني يا خاتل وقت نقول لك ليه ونقبل ما تقولي انت ليه خول ونقبل أنا اللي متاعك سيكون نحترمك زيدا ونحترم انت تفكيرك اللي هو غير تفكيري ولا قناعاتك اللي غير قناعاتي ولا معناه تصرفيتك في الحياة اللي يمشي معك انت اما نفهم من كلمك اللي يزم نقول لك ليه نوضح لك مش انت تحترمني يزم نفسر لك ليه هل من حقي اني أنا نقول لك ليه ما غير ما نقول لك عليش شوف هما في العلاقات الاجتماعية ثم نوع من انك نحب نربح العلاقات الاجتماعية لازم نقول شوية في العنف نقول لك ليه وما نعتيك شعليش نوعا ما معناها ما قريت لك شح سيبك ما نحب خطر نفرحك ما نحب ش انا ما نحب ش تتغشش لكن نقول لك التفسير مش معناها نبرر في موقفي يعني تفسير حاجة نعتيك تفسير بعقلينية وانا ما يخذ قراري بش نقول لك ليه ونعرف عليه ش نقول ليه ومانيش مهتز بش نقول ليه وما خليتك ش تدخل في كل بولم تاعي فكسيون اللي دار دعني هذي المهم مش نبرر لك خطر انا قرار يمتع لي لي لا وانتي بش تحترم وهو كيف يكون الموقف سارم في العلاقات الاجتماعية فمبرشة طاقة وانا يجي تتعادى كي انا نعرف اللي خول قالتلي هي مقتنعة ومهيش خايفة لانا نتغشش خطر يتعدى هذي هما شو ما لي مانور يصير كيف نجم نتلعب بيك كي نعرف انتي مهتز نعرف انتي تقول لي مكش يصير راضي على روحك وإلا النجم نكون عندي عليك انبخيز معنا نجم نكون عندي عليك لانا نلعب عكسر المتاع لأموسيون بش نتخلك فيها لك زغار يجي للأم هيت ولا الوالدين ويبدأ يبوس ويعنق بش ملو حاجتها معنا ستانجو اللي هو مليحنا زغار محليها هتعنيقة ومحليها هالبوس أمالي أمالي وهاو عليش هي مالزم يجب تتحزو تتحاد وشنو يسير في لبارن جنرالما نبدأوا ديم موود أوتوماتيك ونجرية وكذي هيا اللي أقل رزيستانس وكما نقول احنا بلغتنا كلمة لما دي ببلي حكا عالونا هذي هي صدرين لا لسه نحن معنا ساعة نقول العلاقات حتى كي نكبر أجل كي استنسنا بكل مود هذيك دي كوم نقول وإحنا معناتها نحب ونفذي بلزير وبعد يربي عليش قلت اي أنا معنش عندي وقت رأولو دوسية هيدا مش ناخد مو العبد هيدا ما حشتيش بي في حياتي معنش شكل بعد مشكل هيدا الكل عليش على خطأ إنما كنتش عندي قناعات معناها في مخي قويين ودي ما خايف من نخسر لاخر معناها وإيش خايف بش يخسر ويخسر لاخر معنا إنسان أنا نقولهم تقديرك لذيتك أهم برشا وتخسر معنا تخسر العبيد ساعة خير ما لي تخسر نفسك تخسر نفسك وقت إنسان يحبك إنسان في علاقة اللي هي متاع احترام في الآخر يقبل منك معنا وهذه العلاقات الماتور ماشي حاجة سهلة بش نخلته في كل نظر في العلاقات البشرية وساعات زيدة الإنسان اللي يبدأ يسر في الآلترويزم ساعات عنده يبدأ عبد يحب الأخرين يحب يفرح الأخرين في العطاء معناها ساعات يكون على حساب نفسه وهذه زيدة اللي شكله بعد تعبه وشكله حتى في اختيارات فما برشا عبد هكا يفرح الأخرين ويحب يكونوا موجودين للأخرين على حساب ذاتهم وعلى حساب برشا وجا اللي هما بخوفوند يعني أخذ هدي مالالترويزم يخرج أنت تعرف الأمثلة برشا في العالم الناس اللي تعطي برشا الناس تواجعت برشا ومتحردش مالوجا عمتاح ومخدمتش على وجا عمتاح دوق ما قاوش التوازن من بين نعاون غيري لكن نعاون نفسي ونحب نفسي ونقدر نفسي أنا معناها هذيك هو أحسن معناها كنقول معادلة ما بين الآخر ونفسك بش تكون في سليسة ماكش في معناها في علاقات اجتماعية اللي هي تجيب لك الراحة مش تجيب لك المشكلة خطر العلاقات الاجتماعيين أنا برشة الناس اللي هما اجتماعيين وعندهم حبت الناس أما متعبهم شاي هيدا تعرف معدا يخل برشة من طاقتكم من نفسك يعطي كساحة تحبني أما أنا منحب روحي تحبني وين مرتاحة تحبني وين نختار حياتي أنا مايخل المقودة حياتي والإنسان نحب ندخلو في حياتي ندخلو واللي منحبوش يكون باختياري أنا واللي اللي أخر معناها أي النفس نقول اللي اللي أخر نقول أي اللي روحي شوف كونكرتما هذي لازمنا الكوتشينج دي جور لازمنا معلتها حول ساعة أول حاجة يبدأ قدمك عب شو تطلب منك حاجة حاول شوف روحك عمل الكاليب غاج الإنسان اللي قدمك هذي قاعد يستعمل في كلمات متاع تلاعب متاع أفكشون متاع بربي سي أورجن أمان راني أنا عندي مشكل راني أمان المنوفر تصير بالإموسيون المنوفر تصير بالإموسيون أنت بشتعدل هنا هوني أول حاجة ساعل يبغاج هذيك بعد بشت بشت روح أنت تشوف العبد اللي قدمك فش يطلب منك الحاجة بشت ترجع لنفسك معناها أنت في قراراتك في قناعاتك بشتعاون وتنجم غيالما معنا وهذا سيلو سيلانس لابوستور لالينيوما معنا يبدأ مع نفسه ركح معنا اليموسيون متاع ركحة بش يشوف ساعة المعادلة هذيك ولا الكاليبغاج هذيك حاجتوا به الإنسان هذيك وحاجتوا به ولا لي وشوف البغاء بان سور لجيست معنا البغاء الانسان يقدمك ما بين حاجة اللي هي يتلاعب بيك وما بين حاجة اللي هي في احترامك فما فرق كبير برشا وكذا هوني انتي كيفاش بش بش تجاوب بش تجاوب وانتي غير ما سمعت روحك اللي انتي تنجم ولا ما تنجمش جاءت للقناعتك الشخصية تنجم تكون بكلمة اكهو هوني ترجع معناها حاسب حاسب انتي طريقتك متع كلمك هوني يدخل فيها شوية انتي في التواصل متاعك انتي في اللينم تاعك انتي في الرقم تاعك معناها الكلمات مهمة زدا مش لازم اللي هكا هلاء خدر نو اكا هاو زدا سام توج اغريسيف اي معناها لازم كيف كيف معناها تجم تعتي من غير ما انتي تعتي في جوستي هذي اللي نركز عليها فرق ما بين فسرلك عليش قتلك ليه وفرق ونبرر لك هوني معنا وهو عجيني غالما كي منعتي شكسبيكاسون خط انا منيش واضح معروحي دونك نولي في التبرير جوستي فكاسون راني نغتي بها لاني انا منيش واضح معروحي دونك ولا نهرب فما حاجت انيا مبرر نهرب دونك ولي قد مكلا انترلوكوتور راو قاعد سوخ كينو مانيبولاتور راو قاعد يدرس في مدخل وإلا انتي معنتها ما نقول شينا ما تهزيت انتي كما انتي لا اموتيف معنتها ولا فم ولا في الحالة هذي ريموش احسن انه يخو شوية وقت مش لازم يجيو بالوقت مش لازم يقول لليل اي مش لازم يجيو بوقت اي انتي والعي وانتي ما تروحي في وقتها وعرفت نجيو في وقتها وكنت رايز ستام مليو اي ما عرفت شو روحي نحب ناجم 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 ووهون الكلمات لي مش تختارهم نقول لك من بعد كنا مانيش معناها سوفيزاما مانيش ومعنش الكلام اللي يلزم وقتها واخر روسي المهم زادا نحن كيفيش لحظة لازم تكون معناها وجه في وجهك وعينا مش حكا على خاتر لفين يعني قتلك لتخيز امبورتان خاتر لقدمك بشي بشي تخلك راهو ايش نقول لك معناها غيالما سي امارة ما فهم حتى ججم معنا الناس اينا بيدي ناجم نكون راني اليوم خولنا نطلب منك حاجة بكل مرحبا وين نجم تقول لأ تنشوف معناها تخذني بالمشاعر احسيس من سوي عمي كاليبغاج عمي كاليبغاج هزا العبد معناها لكن نحن نحب علاقات دائمة وعلاقات اللي تريح غيرنا مش ناخذ منك حاجة اليوم وانتعبك نحبك بالحق مش ناخذ منك حاجة اليوم اي وغدوها نتعبك صغيرات نفهم منهم المراحقين نفهم منهم اما كنا كبرنا ونضجنا ونكملوا علاقاتنا معناها على أسس اللي هما متع احترام اللي هما لننزل عليك لا تنزل عليك ولا نفهمها ولا اي ومرة عندي ومرة عندك زيدا دينا مخلاب الخاطر واللي اي جس تستعمل الكلمات اللي لازمة بيش تفسر وتكون انتي واضح مع روحك خاطر هو بيش تنجم تفسر الغير كنتي تعرف انتي في التعليم وتعرف وقتين بديو فهمين بالقديل حاجة من نجم ونفسروها كينا بديو احنا عنا ضبابية تتعديش لنفرمات المعلومة والاخر يلعب بهذيك دوك هذي معلتها كلمة اللي وقال صدري كلمة اللي ما تجيب بلاي اي اي اما اللي وساعات بالضحكة زينا تتعدى يلجم يكون انا صغير راوة نقول لك لي ونخرجك فرحانة لي يقول لك شميتي اذا قال ينهو يا حك اما في ثقافتنا نحنا نحنا نتمشي لمماتك كول لي معينيش كيف هي عيب برا شعيب معينيش منيش جعان لي كول تصدك تاقل بسيف وتولي كلمة لي تولي هك معناتها سوزان تاندوم تا لأ راك جرحة العبد اللي مقابلك يخذها شخصية اي اذا هو في المعادلة كيف كيف راني كيف شو نقول لك لي مش لك انتي وينها بيدي كيف شو نقول لك لي لك الحاجة اللي طلبتها مني لي للشيء اللي انتي طالبو مني ما هوش لشخصك وينها كيف كيف كي انتي تقولي لي نفهم لي ما هيش دي سيني بو ما بيخسون معنا مكشو تجرحني انا لي خطفهم معليش وهذا معني هالخدمة على العطفة شوية لاموش ساعة تتسير لي ما تقول لي برشا مرات يعني جيك دمان لولا تقول لي ومبعد السيني انا واخرو تقول لي وثلثا تقول لي ومبعد يقول لك كل ما نقول لك تقولي لي مرسي خاولة هو محسن حاجة كي نبدو في انفيرون نيس تفهمنا وماذا بينا دي ما نقولهم اي على خاطر اي ما ساعة تقول لي فالبعدان لانفيرون ما كي نختارو نيس تقول يطلبوا مننا حاجات وقت لي غير ما يعرفونا نجمون لابيوهم دونك ماذا بينا نكونوا في الاي احنا ماذا بينا نلبيو اي ساعة تقول لي واللي اللي تحكي عليها انتي خلينا في الخدمة انفيرون شوية ثقيل وطوكسيك شوية اللي دي ما يطلب منك يتعب فيك ماذا انفيرون اللي اممان دوني انتي الريزيستانس طلب منك برشا طاقة دوكو توالي تقول اي اي على خاطر معاش تبا بلو رزيستي وهذا كال انفيرون اللي اختار الانفيرون اللي انتي تيفول في خلينا نقول اي وحنا فرحانين مع ناس اللي ما يستعملوناش وما ينزلوش علينا خاطر ما يقول يطلب منك عبد حاجة اللي وصلك الكلمة لا الا ما هوش يسر في الديناميك مش على فرد موجة ولا ما كنش فيه من نروح انا نديس كان جي تقيت روحك في بقع دي ما تقول لا ومهومش يسمعو فيك معناها مهومش يحسو بيك كالكبار فما عندزي كليب بوسينا تحب تضيفها هي كلمة لا معناها وقت اللي نقولوها خاطر فمت بارش حاجات هنا ينا انفيت فما لا وفما اي معناها اللي اللي اينا بيش نحترم نفسي فيها وبيش نكون فما لكالي بغاج عملتو مع روحي ومتفاهم مع روحي معناها توتي دان دان رياجير وكلمة اي زي دا كنقولها ماقولهيش بيش لاخري يحس اللي اينا جي سيدي اي بيهي اوكي كلمة اي حتى كنقولها بالاي اي 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 وين اي وفاهم شنو مع ري ري باعد بتحمل مسؤوليتي حتى ولو كان بيش نخوا على عاطقي انتر قيمة اسكو صحيح صحيح ودا اغتو تتكلم وانا رجعتني شوية الزغار وليدي ساعة اليوم يقولك قلي قلي اي وانت مقتنع اي 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 لازمها تكون غيال وان او نرجع دي ما معنى رو دي من اج انا نعرف عندي لنية لنية نحب معنى الرياكسيون تبين الرياكسيون 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 اللي نحطتها هزي معنى عليش تربيه نرجع دي ما التربيه لولا في اليدوكاسيون تعزي قناعات عليهم فما حاجات نجم جسيد فيهم فما حاجات اللي ما فميش على الجسيد على خطر المصلحة الاخر ومصلحة كانت يزيد معنى او دو هول يريم تقول لي خير ملي تقول اي وتجع في كلامك و هذا هو معنى خطر ملي أصعب خطر تقول اي و بعد تقول لي تعانف تعانف خطر اي خير اما لي وانت مدرس يعني تعرف عالشي تعرف ومسال شراء وكان واحد يكون في تهذيب شوية الكلمات وفتاقة بش ما نخسر شبع عدنا وحنا نعرف ولي نحب بعض نفان تقول الكل شي دور عطور د العلاقات الطيبة معنا العلاقات المبنية وست احترام معنا صحيح مرسي بكو ريم مكنين دونك انذاك اللي انتبحت في المنفس الاجتماعي كان عندكم أسلة تخليم تحت الفيديو وتجوفكم ريم بعد شوية نتعدين نحكيو في سجل اخر مهم بارش معك انتي دكتور رشيح دكتور رشيحي انتي تبيبة تغذية ومش نحكيو اليوم على تضعيف الخلايا سرطانية في اربع مراحل نتباش نحكيو على الويقاية ولا بش نحكيو على العلاج بتبيعة نحكيو على التغذية احنا اي بش نحكيو عزوز زوز وقاية وعلاج اي معناها اللي بش نحكيوها اليوم بش يهم الناس الكل ولكن خاصة الناس اللي عندهم في عائلاتهم مرضى سرطان اي واللي والناس اللي البس معناها ينجم يكون معندوش دي سيدان فميليو معندوش كون بيراثي اي 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 بانس اي اي بانس اي اي بانس بانس اي بانس مرضى سرطان ولكن فما ديراثت وارات الي زيدة مرضى سرطان فما دي فكتور معناها كي دي لانش الي خليو المرضى ذي يظهر بخالفية الاستعداد الجيني مثلا فما ديراثت هما بلزير بلزير اتود يقولوا الي 20% تبع التاترين معناها فما يمبر دي سيكون بلزير اي بلزير اي بلزير جيني تيك مي ديرير فما اي 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 20% 10% تبع الي 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 رجي المنتر المتلة الصحية المتلة الصحية عشرة في المية هي والزمنة وبعد يجيوا الاضطرابات الهرمونية جي كل اللي تعطي الكنسار البشرة الشمس اي يجيوا برشة عوامل اخرى الضغوطات النفسية المزمنة تعامل زيدا نجم تعاون اي ياسر والا الباحثين ياسر تليو بي طوف الاخر نقول حاجة معنا ان بغانتيز خات لزم نتوى نحكي في المهم مرض السارتان راهو تكاثر في العالم اجمع ومرض السارتان اليوم نحاربو فيه وعليش نحاربو فيه احنا في تونس راهو الثلثين متاع المرضى متاعنا يتوفاوا معنا انا عندي اون شانس سور بيش نمنع معنا مؤشر خاتير وهوني يلزمنا احنا العميل الاخرانين تليهينا في الكوفيد تليهينا في الوباء متاعنا بربي ما نساوش محاجة مهمة جدا هو المتر ان بلاس لنوفل ستراتيجي دلوت كنتر الكنس فهمت بي دوك كيما قلت لكم اللول اللي بيش نحكيه يهم الناس الكل وخاصة اللي عندهم في العائلة شكون مريض وبالاخص الناس اللي توا قاعدة تحارب شجاعة في السرطان متاحة تحية كبيرة كبيرة اللي هم بشع بتسمع فينا من القلب من القلب انا جمعة اللي فاتت حابيت نكون انا بوزيتيف راني من اللول كيف قلت جمعتي بها كل ولكن جمعة اللي فاتت كانوا عندي زوز اخبار زو صحبتي في عمري اللي واحدة الى غيسي ديفي كونسير دوسان والثانية الفقنا اللي هي مريضة دونك نواجه لهم تحية ونقول لهم مرسي انتم الدرس متاع كوغاج ومتاع بمحبة كبيرة ياسر وراهوا الكوغاج الى بون فولانتي والمؤمرال عن يعاون برشة برشة واللانتوغاج هون لدور زيدا العائلة والاصحابة ايه توا فيسع فيسع بش نبدا في الاربع اركين هدو ما كاتر فولي كي سون تخيز انتريسان واللي هما مو كاملين للعلاج الكيميائي والاشعة والجراحة افيداما منيش بش نتوا نحكي في حاجات ايا سايبو الدويات ورانا بش نعملو جامي دلافي خاتفا مع بيد ما يقول يزيم الدوي لكن كان نثبت لا 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 فماش كلام الدوي لازم منو لازم علميا ما فماش حتى اختيار حتى البشع بيدي يقول لك اللي يزيم الدوي اللهم فما خلفية متاع اختيار الموت ايه قالو اخكي احنا نحبو الحياة الركن الاول هو كيفيش بيش نجوحها هالخالية هذية تجويع الخالية السرطانية يزي مننا نعرفو اللي الخالية السرطانية كالخالية الاخرى ولكنها اكثر جوع لحاجة دي ما نحكي لكم فيها سانة يا السكر السكر والا السكر اوي السكر ما اللي تخوا بلان اللي تخوا سي ما السكر عندي عندي السكر انا اليوم مشكلتي في السكر اللي هو يأدي لل يعاون اللي هي نوكليوتيد بش يعطي هاكل الطاقة وبش يخلي الخالية السرطانية تتكثر تولد وتزحف دونك السكر بالنسبة للناس المرضى واللي توا قاعدين يدويوا ينسوا حاجة اسمها سكر استناعي شكون شنوه شنوه السكر لبيض السكر لاصمر اللي ساعات رانا نقولو لا باهي هما زوز مصنعين فمتا واحد مكرر ولو لاصمر اقل تكرير السكر اللي في كل المستحضرات اللي ناخذوها من المخشي الحاجة الحلويات كل ما هو معلب فيه سكر دونك هذيك رانا يلزم نتفيد نحيوها جملة وما فاميش راهو يوم مفتوح نكل فيه السكر لي لي لسكر نقولو اديو بس جملة جملة هذي يل المرضى ولا للعبد اللي ينجم لي واللي نجم عاليش لي بيانسور وني دون لابنسيون اوسي كنحكيو عالسكر استناعي اللي بيانسور عني سكر تبيعي تقولي ينتي وي سكر تبيعي اللي جاي من الغلة اي سكر طبيعي ولكن فما غلة اللي هي ياسر فيها سكر ووقت اللي ينكثر منها كيما مثلا البنانة التعيب اللاناناس التمر فلا الدقلة الحاجات اللي نشتهوها في الغلة مثلا البنقة فهمت هذو ما نقول راهو فيهم برشا سكر يكثر منهم راهو السكر هذيك في الجسم شوالي غلوكوز ويمشي يكثف لها كالخلايا ويرا عرحة فمت دونك شنو والغلة اللي نجم نختارها عندي رومين وعندي الفرز وطاوة بقت رومين نجم نشهو من الرومين وزيدا بديما كمية قليلة بي دونك هذي يصوكور دكو دكو فهمنا فيه هما جو اللي نجم وليلا وملح والحليب بكاتر منه بيانسور مش للنسل كل حليب عنا صغيرات وعنا دي ها المراهقين اللي يلزمهم عنها سيسي كالسيوم لا لا نحكي انا عالحليب كي نجبد الحليب دي ما نحب نوضح داكور ولكن بيانسور انا اليوم كي نقول الخالية راهي سرطانية تاكل السكر وتتغذى بالسكر برنسيبال ما يلزمني نقطع السكر ولكن الاخرين زيدا كيف كيف يلزمني بيانسور يا ايوني جين اليمانتر بغلال يزمني تلهبها ماذا يا الحاجة المهمة بش شك عد بربيكي ناحية ودوما الكل دكتورة بالحق ليه ولا ليه عنا الخضر عنا عنا معناه اينوبان اللي احنا عنا ارض تخرجنا في خضرة ياسر بنينا وخاصة البيو اللي قاعد طوى يتطور في تونس معناها عنا الخضر وعنا البروتينات اللي جيتنا من الحبوب وجيتنا من الفاكية عنا الفاكية وعنا زيدا الحوت احنا بلاد متاع سمك دونك ليه لحقيقة فما كل شيء كل شيء موجود بي ألوغ الحاجة الثانية اللي نحب نمشي بيانسيوغ بش نكمل على السكر ريتكي ناكلو الغلة راهو بش ما نحب بش نحرم جملة نجمو ناكلو معاها حبوب ديسي غيال وإلا فاكية دونك ريتكي ناكل معاها دهون غير مشبعة ننقص من الامتساس متاع السكر متاحة دونك فلا هيا الحاجة الثانية المهمة اللي انا يلزمني نخلق بيئة غير ملائمة بيش تترارع الخالية صارتها نية كيفي؟ أي سيديا رحنا نعرفو الخالية تحب الحموضة دونك إنا نجي الدم متاعي نردو قلوي نطلع له في البياش نطيعو فما حاجة نعرفوها تطلع البياش ناكلوها هي لا أكلو غوفيل فين بش نلقاه؟ بش نلقاه هلا مش لقاه في الناع ناع بش نلقاه في كل ما هو أخضر بش نلقاه في الحبق بش نلقاه في السبنة بش نلقاه في المعدنوس بش نلقاه هذو ملكل ناكلوهم برشا ما طيبوها مش راهو آه ناين بتنجم تحط لتعافز في الشربة مثاليش بش يعطي كاللقو ولكن رانا بش ناكلوهم ناين بش نعصروهم نجمو نعملوها كالخليط بهين اللي جيو حتى بوغ دي توكسيفيتهم بعد نخلتنا لعملية دي توكس ولكن دوما بش ناكلوهم ناين هذا سي تخيز امبورتان الحاجة الأخرى اللي فما مكملات كيما لفيتامين سي لفيتامين دي توى فما لغلوتاتيون هذو ما راهم دي من خليو الطبيب هو اللي يعمل لنا الوصفة متاعنا الركن الثالث الناصحة الثالثة هو تعزيز وتقوية الجهاز المناعي ما فما حتى جهاز ينجم يحارب عليك في مرض السرطان ولا في الوقاية من مرض السرطان قد الجهاز المناعي وهذا مهم جدا والجهاز المناعي نعرفوا اللي فما برشة ميكلة اللي تتسمى هي منظومة هي نظام غذائي ضد الالتهابات وكل ما نقول نظام غذائي ضد الالتهابات يلزمني نمشي للمناعي اللي فيها مضادات الأكسد كما هكذا تذكروا حكينا احنا على عملنا حصة كي نجموا يرجعوا لها فيديو حكينا بالجداع المناعة وحكينا على كل ما هو يخص المناعة في الماكلة حكيت على الخضر ولا الغلال اللي لونهم بنفسجي إذيكا راهي اللي تخي ريش عن انتيوكسيدان كي نقول لون بنفسجي معناها البتخاف معناها البتنجيل هيك الكرومب الموف اللي لونه موف مهم جدا روى ذيكا فما العوينة وفما الرومين داكو هذو ما يصون تخي ريش عن انتيوكسيدان والحاجة اللي ضد الالتهابات حكينا فيها زيدا قولنا راهو الكركم حطوا معه شويف الفل لكحل راهو سكان جبير هذو ما الثوم اللي بصل هذو ما راههم زيدا مهمين بشيكونوا موجودين كل يوم في ماكلتي وإلا فاكل مالي نحب نشربون وإلا فالإزام في الجن نحط 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 الكركم وفلفلاكحة دونك هذي بالنسبة للتغذية ضد الالتهابات والغنية بالأكسدة بيانسور بيانسور إنا كنقول المناعة متاع الجهاز الهضمي اللي بروبيوتيك راهو يلزم نتلهي بالميكروبيوتم تاعي ويلزمني الجهاز الهضمي فيه بيانسور ويقايا من ناكلوش أي حاجة من نطعبوش من ناكل شكل الدهون المشبعة كاللزاسيد بالتغرس الهول دي بالم وغيرو غيرو نسخفو دونك هذي بالكل راهو الكلونا نأكل عبد المكاني تقالقو همالي عاملو cancer دو كولو ده أي أي cancer أي سارة اهو نحط الهك الهند ويعمل مناعي يده رجعي ماليمندر ويؤامل ولكن والتفانكراس وكبدا دو ما الأكل ولكن راهو دو منار جنرال في المكلم تاعي يلزمني نحافظ على الجهاز الهضمي متاعي على خطر معظم خلايا المناعة متع بدني متع جسمي الكل موجودين في الجهاز الهضمي وذا يجبنا نفهموه ذاك عليه دي ما نرجع نقول السحن اللي تحطوه في السحن متاعكم راه هو اللي يلي دي تغمينان للصحة متاعكم ولوجود امراض الله ليقدر في المستقبل يقعد لي توا منظومة عملية الديتوكس اللي هي مهمة جدا جست فاصل صغرون بو دكتورة ونرجع معاك نحكيه على اللي اللي بيسيلش مهم يس اللي تقول فيه دونك ونحكيه على الديتوكس فاصل نرجع لكم في المكديوكا ضعيف الخالية سرطانية في اربع مراحل خلطنا تاول الديتوكس مع كنتي دكتورة شيحي طبيب التغذي نذكر دونك الديتوكس كيفش تصير دونك عملية الديتوكس احنا نعرفوا اللي اللي بدان فيه اعضاء هي اللي هي بتل تنقية تعمل لتخي تعمل لابيراتيون تعمل لابيراتيون تعمل لابيراتيون تنقي تصفي اللي بدان نكسيها اللي هي الكبدة والكلاوي ولكن الكبدة وقت اللي تبدأ ليه خاصة في مرض السرطان ليه هي تنظف في بقايا الادوية اللي هي معناها مش تعلاشي ميو تخابي ما هيش حاجة سهلة مش تكون تاعبة الكبدة وبالنسبة للناس الاخرين اللي ما عندهم شاو سرطان نظام الغذائي متاعنا مشبهي وعنا قلة الحركة وكل شي ديما شي اللي خالما هو الكبدة تبدأ يبدأ فيها الشحم دونك بقي تاعبة الكبدة متاعنا دونك شي يلزمني يلزمني نتلهاي بالديتوكس نتلهاي اينا ننظف الكبدة ونتلهاي ننظف الخاليا متاعي بيش تغلب لي هاك الخاليا السرطانية كي تبدأ موجودة وإلا ما تخليهيش تتخلق جملة دونك أول حاجة عندي هي الوقاية من السموم اللي جيني من الماكلة البيستيسيد كل ما هو مصنع الخضرة متاعي نحصلها بالقدي نمشي البيو أنا والله ديما نحب نعمل نعمل للمشي البيو راهم توا في تونس ما نيه حاجة يزي بنشجعوها وحاجة خارقة العادة لنا احنا البيو سي فري ك كعبة الغلة ولا كعبة الخضرة بتاحها مش مزينا البيو مش مزينا ولا ساعتقار الازات مش مزينا ولكنها بنينا من داخل من داخل خارقة العادة وترجعكم الذكرة ان البنة متاع كعبة الخضرة ولا كعبة الغلة البيو ترجعني لهاكل البنة الذكية تاع الصغرى متاعي تاع نوكها بنينا برش بي دونك نقي بدني بش من دخلوش السموب مش في الميكلا بركة رو حتى ما هاكل اللي بخودويل نشيرها للدار معناها احنا حسيلوا خانتها مثلا العقاكة راح نكونوا العقاكة حالبنينا نقسم روية حلا حالبنينا اللي يبدو ينسي مع ندها يتجاراو بش فش فش ونظف وكل اذك لكن الحاجات اللي هما طبيعية معناها ورقة رن تحرقها فدار ياسمين تحطو فدار اي 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 العقاكة كما قالت والله في كالنسان يسميوها كويسا تعمل برشة ربح في برشة حاجات وصحتك معناه هذي اللي برشة ما مش فهمينه معناه اللي بخودويل نتويه ولي بوجي اللي ساعات تبدو فيهم اي 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 من كل ما هو شيميك في وسط الحاجة الثانية شربين السوائل شربين الماء وهكا السائل اللي نحط فيها الالسكنجبير ونعمل الانفوزيون متاعي والعصير متاع هيك الخضرة الخضرة الكلافز والمعدنوس والاحبق والنعناع مهم جداً نعمل الرياضة نعمل له دغناج مثالي نجم عنده يمشي الليكينة ويمشي يعمل هكا الدغناج لنفاتيك بهي بالأيدي بمساجة اي بالمساج وقالها اليوغا اليوغا احسن سبوغ نعملوه بوغ دغنه له سيستام لنفاتيك متساهل السيالين متاع للنف واخر حاجة بش نخدم بها هي هيك الضغوطات النفسية كلي بالوقت واللي مزمنة وكل كايبة اللي تتخلق معناها عند الانسان في حياته وقت اللي ما يعرش يواجه الصعوبات وقت اللي ما عندوش القدرة ساعات بش يواجه وإلا ما يتسلحش في الحياة متاعه بش يواجه صعوباته بش الشاي ما يأثرش عليه وريم كل مرة هيدا تحكينا فيه اكستيغا هيدا راهو دراسات مشكليمي انا بركة يقولو اللي هيدا ينجمي قدي لمرض السرطان يعني الضغوطات متخليش الضغوطات تأثر علي تأثر علي حياتك هكاللي بلي سور بروفند اللي وإنسان يقعد يعاني فيها حياته كاملة وتولده الكئيبة وامراض أخرى لا دي بخشيون لا دي بخشيون كرونيك اكستيغا دونك نفرحو بالحيات نحبو الدنيا ونحاولو باللي باللي عنا باللي بالموجود نفرحو بالدنيا ونحاولو ردو بينا ردو بينا بسكو سي حاجة حاجة تفجع الكونسير والسرطان حتى ولو في تونس العلاج راهو تطور اللي معناها تحية للطب اللي عنا الكل وتحية كبيرة كبيرة للأطباء متاعنا لكل تاقم يخدم في كوسوسوالجي راحا ضد السرطان واللاشيميو لغاديوترابي يدو ما ناس ومواكبين راهم الطبيب التونسي مش خادر طبيبا تقولوا نعمل في الكوربوراتيزم لي خادر الطب التونسي راهم مستعرف بيهم عالمين فين يمشيو يخدمو خدمة خارق العادة بسكو نحبو نقراه بسكو نعفو نقراه بسكو نعفو دينفورميسون بسكو نوكبو بسكو نمشيو اللي كونغري به ولمرد هذا نذكره قدم تلقف على بكري قدم به تاتي روحك الحضور وليه القدم الآن وما لا يزال Collانا في الكورب من قME تحديد وفي الأخطائج اليه سنحكي محطر على الحاجة قبل لذلك المذهب بذا ganz موضوع تحيب قبل brillاء ڠשم نتحدثون تحيب تكون مهمة بالنسبة للطاقم الطبيعي في تونس لكن هناك قليلا تسمح ويمكن أنت لاحظت والطبيعي ليس لكلهم متكونين في التواصل الإيجابي مع المريض يمكن أن يكون لديهم الوعي الليزم في النكوتي اللي هو أكثر أكسيون سيانتيفيك ريزولتات إفكاسيتي اللي هو حاجة مهمة لكن الكلمة والطريقة متع التواصل مع العائلة متع المريض ومع المريض هو بيدو والغزرة هي عن المام حتى كيف هو يعمل أن دياغنوستيك ويراه اللي هو اختير كيفش ينجم يعادل روح وهو خطر هو تحس بالمجد يعادل روح وهو خطر هو تحس بالمجد يعادل روح وهو يلين لأمور مع المريض اللي هو ديجا الله أعلم ربي أنبي يمسي برج تحبط على راسو هكي إذا بنسبة لي التكوين ييسر مهم هو سيكون لديك أممان دوني حكوالي الدكتورة طالما اللي كان كسر وشيف في كاريه عشرين وثلاثين واربعين سنين يعني ديكا يعني يوالي ومعاتش معاتش 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 مرسي كسير كسير كسي ما توفيش ما توفيش ما نحكي هكي الأعوام سبع سنين بتاع الدراسة وقت اللي قريت إنا وإنا من جينراسون قديمة راهوا يافي موديول كامل على الترانسفير مدسان ملات يتعمقون في المعاملات يقررون الطلبة في هذا أما لنعرج على كلمك زيدا راهو لنص متاع المرض للعائلة والمريض رايثة قافة هو جنرال ما قالك شكون معك شكون جيب معك عايت للي معك هي ثقافة مثلا في فرنس يسر سلسة عند الطبيب بوقت اللي يعلم في فرنسا والبرا يعايت للفلان اللي معاكو ما يقول لك شلي كنتي أما في تونس يعا يقول لك اللي كنتي بحضور لا يقول لك اللي كنتي خاطر أنت بحضورها داخل أنت الإنسان أنت اللي خطر هذية راهو نعلم العائلة ومنقولش للمريض ونخبيه على المريض لأنا أكا سانس دونك أنا أنا المريضة أنا اللي حامل المرض هذية وأنا المسؤولة أفا مسؤولة عليه ممسؤولة على نفسي على جسمي على جسمي تعلمني أنا يعني فمش بروتوكول معاين يعني كنت بي بوكفش ولا يعني كنت بي بوكفشي عملنا نهار كنت راقية أن جنرال في العلاقات البشرية نعرفو نسمعو نعرفو نتكلمو ونعرفو نتواصلو وهناي الطب ما هم عايشين كين في مجتمع متقدم الفرق هو هيدا هو معنى ساعات أنا ما نحبش نقول إحنا تونس قدمنا برشة ستا في برشة حاجات لكن يمكن ساعات يغيب علينا على خاطر الفاكتور سترس والفاكتور معنى أكسون مي لابنوفيل سكراهو التوبة من نوع هذية اللي هما معنيها رغم رغم كي ما قلت انت لغيبتيشون ديكا ما همش راهم قعدوا أمان خطر راهو بش واحد يتعامل مع عيلت مريض ولا مع مريض اللي هو موش أمان راهو نسي موسيقى 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 كما قلت عشر و ثلاثين سنة في فرد في المرض و الأرباج حتى على التبيب رو هو بيدو يلزمو يحمي نفسه خاطر بيانسور يلزم يحمي نفسه و مماندني جيبان جيباني 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 هو يحط ميتيه جيباني هو يحط مسيفة لازم يحط المسيفة ديستانسياتي بينه بين المريض بشي يحمي روح و زاده هو خاطر بشي نجم يقاوم و بشي نجم يعطي و بشي نجم المريض الآخر زاده بح و لكن اللي تحكي فيه ريمرا مهم جدا و انا منحبش نعكسها نحبها نهار تخصنا معناها لغوبريك نتيحها مو تحكينا خلينا نحكيو فيه الموضوع دي سوز اشي مختلفة خولها تحمي روحك حاجة و تقدر الكلمة و طريقة متع التواصل حاجة أخرى لدوم ممتع هذو ما هم اللي هو تحمي روحك وتعطي وقت لل تدخل في كل شي لكن زادة تقرح سيب الكلمة اللي بش تواصل بيها على خاطر راهو ذو ما حالات يسر معنتها مهمين كلمة هذ و كلمة هذو كلمة هذو و رب يلطف بالنس اللي تسمع فينا الكل و اللي قاعدين مين و اللي قاعدين يحاربوا في هالمرض هذا و في هالوحش هذية بدوتوك بالحق معاكم لا بل نوفيل بربي حاجة في كلمة الاخبار ريم بعد نرجعو لها تخيط خبال نوفيل على الحكاية هذية و لذا تشعر فيك قالوا اللي مش معنيها ناس المرضى هما ناس اللي هما محبتين فما الناس مرضى و يصبح فرحانين و فما ناس عندهم الصحة و ما هم مش فرحانين هذو ما معني هذو ما حالات يمتعني ما نجمش نعمو تنجم تكون زادة في سعادة اللي انتقاد في الكوما ما نجمش نعمو توا نعطيو الكلمة للاخبار و نجم في الساعة الثانية اشتركوا في القناة